طريق أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي دونه عقبات لا تزال قائمة كييف المنشغلة بالحرب والطامحة لمنحها وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي وعدم تركها في منطقة رمادية كما يطالب الرئيس الأوكراني تزورها رئيسة المفواضية الأوروبية لبحث التقدم المحرز على مسار دخول أوكرانيا إلى التكتل الأوروبي كما تعلمون تقوم المفوضية حاليا بإعداد توصية بشأن طلب الانثمام إلى دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لقد عملنا ليلة نهار على هذا التقييم وقد وعدتك سيد الرئيس في أبريل بأننا سنعمل عليه بلا كلل لذا ستمكننا مناقشات اليوم من الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل تطالب كييف بالتزام قانوني ملموس وبإشارة قوية لتسريع انضمامها إلا أن الأوروبيين بدوا كما لو أنهم منقسمون ويماطلون بشأن منحها وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى اتحادهم رغم تأكيداتهم المتكررة على انتمائها إلى الأسرة الأوروبية طريق ليس معبدا بالورود كما يتمنى الرئيس الأوكراني إلا أنه معبد كفاية ليعرب عن أمله في أن تتلقى كييف قريبا إجابة بشأن حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي يمثل اليوم بداية المرحلة الأخيرة في سباق دبلوماسي كبير من المفترض أن ينتهي في حضون أسبوع ونصف ونحن بالفعل نخوض هذا الماراتون في نفس الفريق مع الاتحاد الأوروبي وسنحقق الفوز أنا متأكد أننا سنتلقى قريبا إجابة بشأن طلب ترشيح أوكرانيا للانضمام الاتحاد الأوروبي وأنا مقتنع بأن هذا القرار لن يعزز دولتنا في حزب بل الاتحاد الأوروبي بأكمله دول عديدة في أوروبا الشرقية تدعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لكن بلدانا أخرى كهولندا والدنمارك فضلا عن ألمانيا وفرنسا تتحفظ جدا بشأن الخطوة ويعترف مصدر دبلوماسي منها بأن منح أوكرانيا وضع المرشح هو مسألة هائلة مشيرا إلى عقبات من بينها حالة الحرب التي تعيشها والفساد المستشري فضلا عن الإصلاحات التي يتعين على كييف القيام بها حتى وإن حصلت أوكرانيا على وضع المرشح كما يرى مراقبون فهناك عملية مفاوضات ستبدأ وإصلاحات محتملة قد تستغرق سنوات وربما عقودا قبل ضمها إلى الاتحاد الأوروبي